اليوم يكون في أي شخص يقنعني. يقول لي لماذا عمار الرقيق ليس موجود في المنطخب الوطني التونسي؟ أنا لشخصيا لا أريد أن نتحدث عليه. من اليوم تبهد تلقى مليعبي يلعب في بطولة تونس أو يقوم بمليعبية يلعب في بطولة تونس ويلعب في الأكسسونتريال متع المنطخب الوطني التونسي؟ عيطوا لهم ويقوموا إلى مونديال ويقوموا وعادي نرمال. و تلقى مليعبي يلعب في البطولة الإنجليزية ويقوموا في الفاتحة. ما يعيطلوش. عليش بيتي علة المليئ بمش قاعد يكاور. ايه يشتر السيزون لولا ملعبش. باي نمشي معاك. لكن اشتر السيزون تانية يكاور. كاور مع نادي ويجن عمل مقابلية محترمة. يلعب حتى في الخطة التاكتيكية اللي يعشقها جليل قادري متاع 3-5-2 دي ما تلقاه موجود في التشكيل الأساسية. لكن وينه في المنطقة بتونسي ما فاميش. ليه والمشكل مش غادي. معنا نقول لك اليوم لو صل جليل قادري قدم الدعوة لعمر الرقيق روت بدلت برشا مع عطيات. وانا حتى ليكيب متاعه سواء نحكيه المعارفة وإلا ندي ارسلان يقول لك والله شو المنتخب متاعك فيش قاعد يعيطلو. اكتساب الخبرة ما تشوية تعيطلو حتى انك ما تلعبوش برشا لكن تلعب ربع ساعة اربعة دراج. وتكون انتي سبب بش تدزم عليها بش يكون موجود في فريق ويثبت روحو. انه الهنين حب نسع السؤال الجليل قادري. نسيش بتسرك على انيس بن سليمان. الهنين بش ناخذه كميثيل مش نعاطب فيك على انيس بن سليم معاه. اما ليكي الوقت اللي انتي خممت في انيس بن سليمان وحبيت تدزم معاه وعيتله بالرغم اللي هو مش قاعد يكاور في البطولة الدنمركية. انا زادت مانيتك لو عملت نفس جيست مع عمر الرقيق وعيتله بش توري على الأقل للنيس اللي هو رو موجود واللي قاعدين عيتوله واللي ران نخمو فيه واللي عنده مستقبل مع المنتخب الوطني التونسي. خلينا نرجع ونحكيه على اخر اخبار لمليعبي. لمليعبي اللي رجع يترينه مع ندي الارسونال. ولهنين خلينا نقوله اللي عنده فر كبيرة بش يكون موجود في الكتيبة. المدرب هذا اللي خلينا نعطيه حقه. رو يعطي حق في الملعبية الصغار. معني كشوف لك مليعبي وشوف وذكيه في وسط التيناء وشوف ويعاون وشوف وينجم يفيد الفريق رو ما عندهش علش بش يخرجه. بالنسبة لي نحنا نقطة ايجابية للمليعبي. المليعبي قاعد يترينه مع الفريق. ان شاء الله حظ موافق ليه. ان شاء الله ربي يوفقه. وان شاء الله نلقاوه موجود في فريق ندي ارسونال واللي اكيد رو بش ترجع بالفيدة للمليعبي. مع حلينا نقوله اللي تلعب تشامبينز ليغ العام الجاي بما انه ورسونال كاملة الثانية. هذي حاجة ايجابية للمليعبي. حتى موتي في كل موتي في مليكين يعطيه 40 و50 و60 بالمية بشي والي يعطيك سون بوغسوب بشي والي يعطيك اميل بوغسوب بشي والي يحاولي قلع بلاسته سيوى مع الفريق وإلا مع المنتخب الوطني التونسي. نمشيوا للاخبار الثاني ولا هني بش نحكيه على انيس بن سليمان اللي كنا تحدثنا عليه وقلنا رو تقريبا ما نحكيته في الدور دوري دلماركي بشي يخرج ومعاتش بشي كورو. بالنسبة لي حاجة تفرحني برشا. دوري دلماركي رو مش قاعدين نحكيه على البريمير ليغ ونحكيه على الليغة ونحكيه على البطولة الفرنسية ليه معناها دوري متوضع جدا دوري تنجم تبرز فيه لكن تخرج فيه في اقرب وقت. نعرف وليه بانيس بن سليمان صارت له برشا مشاكل وبرشا حديث وبرشا عارك خاصة وقت اللي يتعرض للعنصرية ومن لخ اللي مليع بيمكسح رأسه وقلم راني مستح حين كمش نعاود ونصح كونترا معاكم. فهموا امورهم فهموا الواحهم اللي لازم يسايبوا. تقول لك اليوم يخرج بواحد فاصل خمسة مليون اورو اللي كنا تحدثنا عليهم وقلنا رفع في قيمة الانتقال خير من اللي يخرج لجواري فيه معناها وزيد هو مكبش قالها وما عادش نحب نكور معاكم وما عادش نحب نقعة في الدوري الدنماري. غدو ان شاء الله بش يمشي لبريطانيا ويبش يعمل الفحوصات التبية اللي يزمة اللي ان شاء الله اكيد المليع بيطلع على بيس ونهارة الثلاثة ان شاء الله بش يكون الاعلان الرسمي على الصفقة هذية بنتي قال انيس بن سليمان الشي فيه لدون هالربعة بش يبدأ التدريبات متاعه. بالنسبة لنا حظ موافق للمليعبي اللي يوم تحب ولا تكره لازم يخدم على يروحه ولازم يريكو بيري على الاقل خلينا نقوله الستة شهور الاخرانين اللي ما كانش يكور فيهم واللي ما كانش موجود. حظ موافق لي وان شاء الله ربي يوافقه. بش نختمو بخبار يخص حنا بعض المجبري اللي كيما نعرفو الناس الكل حنا بعض الارج على التدريبات مع فريق مانشستر وشوفنا الاجواء الكبيرة اللي كانت تسيد ما بين اللاعبين وشوفنا حتى طريقة التعامل ما بين المدرب وما بين حنا بعض المجبري اللي تحس فما كومينيكاسيون ما بين المدرب والليعب. ما يعني يا مو تيفي يحبي يقلع بلاس ويحبي يكاور احنا الحاجة هذه يروا اكيد تفرحنا. اليوم اذا كيبش تحكي ولا حنا بعض اللي يكتسب خبرة بالاعارة اللي عملها في نادي بيرمينغام سيتي. اليوم ماذا بهي اكد اليوم لازم يكونفيرمي القيمة متاعه على خاطر اليوم ما عندك حتى عذر وما عندكش عليش اليوم بش متظهرش روحك. الكورة عندك انتي ما عندكش عليش اليوم ما تكورش ولا ما تقدمش مقابلة محترمة وإلا ما تعملش اللي لازمك تعمله في وسط التيناء. تقلع بلاستك هذي حاجة ري من حقك. اما لكن مش بيجيب الكدويات. اما لكن ري مش بيجيب المزايا. اكيد بالكونفيرماسيون. اكيد بالعمل خاصة ري في البرويد هذي. خليني نقول اللي حنا بعض قديمه تحدي قوي. قديمه تحدي كبير. معني تقلع بلاستك خاصة في بريد الت التحذيرات. بش تلقى روحك راكتلع في المقابلات الودية. رو نحكيه على مقابلات ودية من كاليبر كبير. عندك دورتموند اللي بش تلعب لها. اكيد فريق ما هوش سهل. عندك ماتش ضد الريال مادريد. عندك ماتش ضد الارسونال. عندك ماتش ضد اولمبيك ليون. منها اربعة مقابلات خلينا نقوله مهمين للليعب لازم يفرض فيها مروحه. واكيد لما تقلع بلاستك ولما توري للإيطار الفني. انك تستحق بش تكون موجود في الليسة متعة ستعوشين اللي الفريق مانشستر ونايتد. حاجة بيايا. اذا كان ما قلعتش بلاستك ولا خلينا نقوله ما اقنعتش الإيطار الفني. راي ما هيش نهاية العالم. عادي جدا تنجم تمشي الفريق في وسط الترتيب. خلينا نقوله بش تطلع في الكوتم بتاعك بش تطلع في القيمة بتاعك. خطر هنا شوفنا تطور كبير من يمشي مانشستر ونايتد. البيرمينج هام سيتي وقت اللي يلعب وقت اللي يعمل المقابلات وقت اللي يكتسب الخبرة. شوفنا حنا بعض اخر. ماذا بينا يكمل في نفس المنهجة هذه. انه ا اذا كان ما قلعتش بمانشستر ونايتد. يمشي الفريق في وسط الترتيب في البطولة الانجليزية. هذي حاوس لعلى اخر اخبار لعبينا الدوليين. ميغسيبوكو على المشاهدة يعطيكم الصحة. نطلقاه في موعد جديد.